اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بدي في النهاردة في المحترف النقد الرياضي اهاب الجنيدين سأل خير عليك اهاب سأل خير يا كابتن هاني برحب بيك وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي والجماهير المصرية وان شاء الله كل لسعيدة كده على مصر كلها يا رب ان شاء الله هنتكلم اكيد على منتخبنا وعلى مبارات الكاميرون لكن خلينا اخد معاك كده بعض الاخبار يمكن الصحف العالمية تطرقت لها بشكل كبير جدا على سبيل المثال صحيفة ديل ميري البريطانية بتتكلم على تصريح غريب جدا ابو بكر طبعا المهاجم الكاميروني لعب النصر السعودي بيتكلم وبيقول اه ان صلاح لعيب كويس بيقدي بشكل كويس مع بلاده لكن هو لا يقنعني محمد صلاح ما بيقنعنيش ومش عجبني بشكل كبير تفتكر ده هل يعني من خلال الحرب النفسية اللي يمكن بيمر بيها منتخبنا خلال الايام اللي فاتت بعد الفوز على المغرب ولقاءه مع الكاميرون هل الكلام ده ايضا من الحروب النفسية على نجم كبير زي نجم محمد صلاح افضل لعيب في العالم طبعا يا كابتن هاني انا بتطفق معك تماما يعني في الكلام ده ضمن الحرب النفسية فينسنت ابو بكر لعيب كبير جدا ونجم الكاميرون الاول في البطولة طبعا وهدف البطولة حتى الان ست اهداف ولكن تصريحه ده ليس لو محلم الاعراب انت بتتكلم زينا بنقول كده الشمس الشمس واضح للجميع وفيش حد دلوقتي على خلاف كابتن على مستوى محمد صلاح محمد صلاح بيعمل ايه في الكورة في العالم كله العالم كله بيخلع القبعات لمحمد صلاح حاليا وعارفين ايه محمد صلاح فانا شايف ان ابو بكر حبي برضو ده النجم الكبير اللي في فرق المواجهة لنا ومحمد صلاح نجم في القياتنا قال اطلعه برا تركيزه شوية اخليه برضو تصريح يفكر فيه وكده ده قدامني ايهاب وكمان هو كمان قال انه محمد صلاح لا يسجل بس كثير من الاهداف لكنه لا ينتج شيء في اللعبة ولا يرتقلي لمستوى كيلينين بابي فهو تصريح مستفز يعني تصريح انا يعني مستفز بشكل كبير انه خلي بالك هو بيكلم في النقطة هو مفروض لعيب هداف يقول لك هو محمد صلاح ما بيعملش حاجة غير انه بيجيبي جوان كتير يعني انا يكفين ان محمد صلاح يجيبي جوان كتير بالضبط انت راس حربة يا فينس انت نفسك انت كل اللي بتعمله مع الكاميرو بيجيب اهداف يعني هو مش لعيب بيمر التمرات حاسمة بيعمل حاجة بيساعد في الدفاع هو برضو لعيب هداف والتصريح ده كابتن يعني التصريح لقع عليه انتقاضات كتير في السوشيال ميديا من محب صلاح سواء في انجلترا او حتى في العرب ومصر والدنيا كلها كله انتقاض تصريحاته دي والبعض يعني ضمها زي ما حرارك قلت الوقت اللي جاي يعني بالحرب النفسية الحرب النفسية اللي بيمرسها الكاميرون بقاله تلت ايام على كافة الاسعيدة مسؤولين بداية من تصريحات اتو الغريبة التي ليس لها زي ما كيروش قاله في المتابع الصحفي قال التصريحات دي ما عادش لها مكان في كرة القدم يعني ايه حرب ويعني ايه الموت ويعني انضمار قال الحاجات دي كلها ما عادش لها مكان خلاص في كرة القدم الحديثة امبارح الطائرة الدرون اللي الكاب بتلف فوق مران المنتخب وقالوا اجراءات امنية طب الاجراءات الامنية دي ما شفناش ليه في الثلاث الاربع ماتشاط اللي فات والخمس ماتشاط للمنتخب حتى الان ما شفواش في التدريب ما حصلتش في التدريب قالك لا بعدها احتس ملعب اولمبيو اللي حصل والتدفع جميله كاجراءات امنية لا من الواضح ان فيه بيحاولوا يعملوا جوه من التوتر حوالين تخرج من تركيزك هم عايزينك تخرج من تركيزك